موسيقى مساء الخير مشاهد يو تيفي حلقة جديدة من برنامج هاترك ورحب بيضيوفي في هذه الحلقة كل من الدكتور هو الأستاذ مساء الخرساني الصحفي والإعلامي الرياضي أهلا وسهلا بيك أستاذ حسين ورحب أيضا بيك الدكتور مشتاق حميد رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية في البصرة أهلا وسهلا بيك دكتور مشتاق في حلقة هاترك أهلا وسهلا بيك حبيبي أخي داود متعيئ لك والإعلامي أخونا العزيز علي الخرسان أهلا وسهلا بيك دكتور إذن مشاهدين نبدأ مع أبرز العناوين اتحاد الكرة يؤكد اقترابه من تسمية مدرب المنتخب الوطني وبحسب تصريح رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية راعة حمودي يوضح أسباب ازدواجية إدارات الأندية الشارع الرياضي البصري يبدي استغرابه من تحويل ميزانية دعم بطولة الخليج على ميزانية البترو دولار في حلقة الليلة خليج البصرة تائه بين دعم الدولة ودعم الحكومة المحلية مع ضيفيها ترك زميل حسين الخرساني والدكتور مشتاق حميد إذا مشاهدين كانت هذه أبرز عنوين حلقتنا لهذا اليوم ثلاث متابعات ومن ثم راح نتقل لمحور حلقتنا المهم اللي راح نعطيه مساحة كاملة ووقت كافي موضوع خليج البصرة وخليجي 25 اللي من المزمع يقامته في محافظة البصرة هل سيقام هذا الخليجي؟ هل أنه هناك بعض الأخبار أنه تشير إلى إمكانية نقله إلى الإمارات؟ هذا الموضوع كله راح نتكلم به اليوم لكن كان اليوم مؤتمر صحفي لاتحاد الكرة وما زال اتحاد الكرة يبحث ويعطي الحقن للإعلام الرياضي ما نسميها يشدونا مغذيات لحد الآن من الشهر السابع لليوم يقولك أنه مدرب المنتخب الوطني هذا الأسبوع والأسبوع اللي يجي والنهاية أنه نهاية الأسبوع وبداية الشهر المقبل ونهاية الشهر المقبل وبنتصف الشهر المقبل ولحد الآن وعلى هذا الموضوع وعلى هررنا طحيني جناع وصارنا شهرين هاي أبار مخدرة وارجع لي وارا المهم اليوم يصار أنه قالوا أنه إسباني وبرتغالي وبلجيكي ثلاث مدربين الموضوع أنه يعني أكدوا بأنه أيضا يعني هذا الثلاث أو ثلاث مدربين ذول راح يروحون مباشرة يتفاوضون وياه اتحاد الكرة اتكلموا أيضا عن المنتخب الوطني للصالات اليوم أمس كان هناك حديث عن ذهابهم برا إلى مدينة شيراز في إيران برا السفر المتخب الوطني للصالات وقالوا أنه مطار مكان موجود يكون بيها معرف يعني هالأمور يعني بصراحة معرف يعني هل أنه عدم موجود الأموال الكافية ليحجز تذاكر طيران ومن ثم الانتقال برا من داخل إيران ليش تسافر مننا أنا بس وقالوا لين هو قريبة عشرين ساعة قريبة على العموم أيضا الاتحاد أكد على أنه هناك قاعدة بيانات يعمل عليها لمنتخبات الفئات العمرية من الناشئين الشباب الأولمبي والوطني وحتى اللاعبين المحترفين اللي موجودين في أوروبا أيضا المنتخب الشباب أكدوا بأنه منتخب الشباب ومنتخب الناشئين رح يكون هناك معسكر تدريبي يوم غد في داخلي رح يكون هذا المعسكر في كربلا رح يضمن مباراتين تجريبيتين اتحاد الكرة أيضا قرر هذا يخص موضوع حلقتنا اليوم قرر أنه 85% من الملاكات الموجودة في محافظة البصرة هي رح تكون للتحضير والتهيئة لبطولة كأس الخليج 25 أيضا يعني رح تكون رؤساء لجان عضاء لجان كل هاي الأمور رح يكون من محافظة البصرة يوم 15-8 الإغلاق الأول اللي يكون للتراخص من قبل الاتحاد الآسيوي و15-9 يعني 15-8 بعد تقريبا خمسة أيام رح يكون هناك إغلاق أول من قبل الاتحاد الآسيوي والموعد النهاي للإغلاق التام هو يوم 15-9 يعني قبل انطلاق الدوري العراقي لغاية الآن فقط الزوراء وكربلا أكملوا الأي والبي والسي المتطلبات الآسيوي اللي يطالبها الاتحاد الآسيوي بهذا الموضوع الكثير من اللاعبين قدمين شكاوة على أندية الكثير من المدربين أيضا بهذا الخصوص مؤكدين بأن هناك ديون على عاتق بعض الأندية وبذمتهم اتجاه مدربين ولاعبين لغاية الآن لم يتم تسوية الأمور المالية يوجد بعض الأندية يمكن أنا شفت الطلبة قاعد يتحركون حسب ما وصلت للمعلومات بأنه الطلبة قاعد يتحركون على موضوع تسوية الديون مع بعض اللاعبين والمدربين اللي سبقا مثلوا الطلبة لأن حسب يعني أكو أكو مبالغ كبيرة كانت يعني بالمليارات كان مديون فريق الطلبة بالإضافة أيضا أنه تكلمنا عن المدرب المنتخب الوطني هناك ثلاثة أسماء الجنسية إسباني وبرتغالي وبلجيكي ثلاثة أسماء يتم التفاوض الآن معاها وتم تقديمها إلى الاتحاد العراقي لكرة القدر أدخر لي سيد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الكابتن راعد حمودي تصريح يعني إحنا بدينا سألة حيدر على بعض الأمور يعني منها الأمور المالية بعض الاتحادات تعاني من بعض الأمور المالية وبأثناء الحديث سألة عن مشكلة القوة الجوية والأولمبية لا حس ولا خبر يعني أنا بس رسالة الكابتن راعد حمودي يعني أنت رئيس اللجنة أولمبية والقانون الآن يقول لك أنه الأندية هي تابعة للأولمبية والوزارة يقول لك لا تابعة لنا فلازم تحلون هذا الموضوع يا أما أنت باقي موقف المتفرج والتباوع من بعيد فقط ولا تتدخل ولا إلك علاقة من بعيد ولا من قريب وتارك أنه الأمور هي للوزارة والالاتحادات والأندية هي بيناتها تصافة يا أما أنه تضغطون إذا كان هناك برلمان لكن الآن البرلمان مع الطالب إذا كان هناك برلمان في الدورات السابقة كان مفروض أن هناك قانون للأندية يتم التصويت عليه لكن مع كل الأسف بعض الرؤساء الأندية ذهبوا إلى بعض السياسيين ورؤساء الكتل ومنعوا هذا القانون من أنه يتم التصويت عليه في مجلس النواب لأن كان أول نقطة في هذا القانون هو استثمار الأندية واستقلاليتها ماديا وإداريا يعني الأندية كان ما تابعة للوزارات ولا تابعة لأي كان خلاص صارت استثمار حالنا حال العالم بس بعض الرؤساء الأندية وبعض المتنفذين في الأندية قال لك لا عطل راحوا سووا جولات مكوكية ومعروفين كانوا وراحوا وعطلوا هذا القانون بالبرلمان حتى ليتم التصويت عليه ويبقون هما مع السنة 15 سنة 20 سنة مدى الحياة ورث يصير لعوائلهم وهذا وهذا الأندية هسه الجو يعدى إدارتين وما يعرف الفريق يتمرن لولا الأندية الفلاني هذا يطلع وهذا يجي وهذا يطلع يقول لك أنا مديونة 400 لازم تنطيني يلا أطلع كثير من الأمور خل نتابع والمشكلة هاي كلها أنا يعني كنت أتكلم مع الزملاء يعني الزملاء بفريق الأعداد قلتهم لها علن جائزة مقدارها 250 ألف دينار تستلمها فورا من عندي اللي يفتهم تصريح راعد حمودي شنو اللي قال خل نتابع أستاذ رعد أريدك تسولف لي عن الوضع الأولمبي بصورة عامة اليوم الرياضة العراقية شون تصير بهذه الفترة يعني الحمد لله الأمور تمشي بالصورة الصحيحة هناك مشاركات الاتحادة الوطنية وهناك نجازات لبعض الاتحادات الوطنية هذا يطيك أمل والتفاعل إن شاء الله المستقبل يكون أفضل أستاذ رعد اليوم الاتحادات الرياضية نوعا ما أغلبها تشكو من ضعف الدعم المادي من قبل الحكومة اليوم تشكو كاليجنة أولمبية دوركم لزيادة المخصصات المالية للاتحادات نحن ساعين لهذا الأمر إن شاء الله على المرحلة القادمة وإن أيضا كاليجنة أولمبية بقدر الإمكان الساعدة الاتحادات في بعض المعسكرات التدريبية أستاذ رعد أيضا سؤال الخير اليوم الاندي الرياضية تعاني من مشكلة أنه الهيئات الإدارية المزدوجة خاصة أنه اليوم نشوفها على القوة الجوية اليوم كاليجنة أولمبية موقفكم من هذا الشيء اللي إذا يحصل بالاندي طبعا التمني شكل والواقع شكل أنا أتمنى يكون هناك استقرار بالاندي لأن الاندي هي الأساس لصنع الرياضة النجاز العالي مع هذا يتمنى من البرلمان إن شاء الله يشرق قانون يطيل استقلالية للاندي وإيضا يعني حتى يعرفون شونه وقوم شونه واجباتهم ساعين استقلالية؟ أكيد بالتأكيد المواسطات الرياضة يجب أن تكون لها استقلالية تامة أزادة كانت صريح لكابتن رعاة حمودي أنا أقول يعني موزة نظرة يقول أتمنى أدريتك كمشجع رياضي كابتن لو رئيس لجنة أولمبياني بس هاي هساني جوز أقول أتمنى أنه الأندية ما تصير بها مشاكل وأتمنى الأندية كذا وكذا استرئيس لجنة أولمبية رئيس لجنة أولمبية يعني أعلى سلطة رياضية اللي هي الاتحادات كلها من ضوية تحت لواء اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على العموم هذا لا أنا افتهمت شي ولا المراسل افتهم شي من عنده هذا تصريح زيان على العموم أنا وصلني توضيح بأنه السفر برا كان لمنتخب الصالات لأن الطيران إلى طهران ومن طهران إلى شيراز 2 ساعة برا بينما من البصرة إلى شيراز 6 ساعات فقط هذا السبب يعني وصلني توضيح من اتحاد الكرة العموم زيان تابعون حلو طيب سيد حسين العميدي رئيس اتحاد كرة السلة أعلن عن مشاركة القوة الجوية والكرخ في دوري أو عودة القوة الجوية والكرخ الموسم المقبل الكرخ هنا رح نشوفها بالدور الممتازة بالدرجة الأولى وأيضا موضوع القوة الجوية أنه هو حاليا بيطور تشكيل فريق لمنافزات كرة السلة لا هو القوة الجوية ترشح ضمن فريقين يعني هم هو الدفاع الجو الدفاع الجو كان أول بطولة أندية الدرجة الأولى والقوة الجوية ثاني فبالله حمال الاتحاد مسألة طبيعية أنه الفريق الأول الثاني من أندية الدرجة الأولى يترشح للدور الممتاز وهي ترشحهم طبيعي جدا يعني أما بالنسبة لنادي الكرخ حقيقة يعني نادي الكرخ قدمه قبل فترة أنه يريدون يدخلون بالدور الممتاز بلاعبين منتخب ولاعبين أجانب ومدرب أجنبي فإحنا حقيقة صارت أكثر من جلسة مع إدارة نادي الكرخ وطلبنا منهم أن تكون العودة عودة مميزة وليس عودة عادية لأن العودة العادية يجب أن تأتي عن طريق أندية الدرجة الأولى وهكذا لكن أكدونا أنهم ما راح يجلبون أكثر من لاعب من المنتخب وفعلا الآن أكثر من لاعب من المنتخب وطني يجب نادي الكرخ إضافة للاعبين أجانب ومدرب أجنبي فحقيقة وطبعا نادي الكرخ لا يسمه ولحد الآن هو أكثر الأندية فوزا ببطولة الدوري العراقي لكرة السلة فانضاف نادي الكرخ للدوري وخاصة نادي نادي المقدمة نادي نفط البصرة السحب فصار عملية تعويض بنادي الكرخ اللي هو اسم كبير بعالم كرة السلة مشكلة يعني أستاذ حسين يعني سامعك كل يعني سبنت روح تلعب فرق شعبية يقولك أنه تدفع بدل اشتراك يلا تلعب بالبطولة يكون مع احترامي طبعا وتحياتنا لكل الفرق الشعبية والبطولات الشعبية اللي تقام فيها العراق بس أنا يعني أول مرة أسمع بأنه تشترك بالدوري تدفع بدل اشتراك يعني هاي الأمور وأنا أدعوك لحلقة وأكثر مرة تصلت بيك تصلوا بيك مع إعداد البرنامج أنه تطلعوا يانا بحلقة أمور كثيرة تحصل في كرة السلة وخاصة أهل الوسط الرياضي في السلة دائما ما يعانون هناك تهميش هناك دعاوة قضائية بينكم وبين أهل السلة هذا الموضوع أدعوك إلى برنامج هاترك عاني ليش قلت لك ياه الآن أمام بالجو وأمام الناس حتى أنا أخلي مسؤوليتي من هذا الموضوع تجي أهلا وسهلا معزز مكرم نسألك الأسئلة اللي عندنا وينتهي الوقت للبرنامج والله وياك لكن إذا تعتذر أكثر من مرة حاولنا نتصل بيك فريق الإعداد تتصل بيك أكثر مرة لكن أنت مرة مسافر مرة ما عندك مجال مرة قلت حتى ما قبلت تتجاوب مرة على اتصالاتنا على العمو هذا الموضوع أتمنى لأسبوع المقبل يكون هناك لقاء وتجي إلى ستوديو القناة وإحنا حاضرين أتقل إلى تقرير زميل نزيه الركابي وحيدر محمد عن محور حلقتنا لهذا اليوم خليج البصرة ونتابع لأننا في العراق فلابد للأزمة أن تطبخ على نار هادئة لا يمكن أن يمر المشروع أي كان مرور الكرام وآخر التقليعات التي ظهرت هو تحويل دعم بطولة خليج البصرة إلى ميزانية البتر دولار الأمر الذي جعل الأصوات تتعالى لدى مسؤولي البصرة وأهلها كون إن ميزانية البتر دولار مخصصة لديمومة مشاريع المحافظة وتطوير البنى التحتية فيها يقولون إذا كبرت المصيبة قل الكلام ومصيبتنا في هذا الأمر كبيرة جدا وتحتاج لأصوات حكمة قبل أن تستفحل سيما أن الوقت ضيق وأخوتنا في الخليج قاعدين ركب ونص ما أن يسمعوا بأزمة جديدة حتى تجد الإجتماعات تتوالى والنجان تعود للحج إلى البصرة ولا عجب أن يقولوا تأجل القرار كوننا رأينا شجار أطفال في إحدى مدارس العشار وشر البلية ما يضحك وزير الشباب والرياضة أمام مسؤولية كبيرة لتدارك الواضع على اعتبار إن استخدام ميزانية البتر دولار لدعم البطولة سيدخلنا في جلبة نحن في غنى عنها وإن الاعتماد على الروتين الحكومي القاتل في كتابنا وكتابكم لكسب عامل الوقت أصبح مكشوفا ولا ينطلي على أهل المحافظة الذين يعانون الأمرين من سوء الخدمات وغيرها من المثالب لذا فمن الضروري توضيح الأمور وإبقاء أموال المحافظة في خزائنها ورسالتنا إلى سيادة المعالي أن أموال الدولة تسد عين الشمس وبطولة الخليج سينظمها العراق على أرض البصرة وليس العكس وبالتالي فإن الدولة ملزمة بدعم البطولة فلا تدع مجالا للشك في ذلك شكرا للمشاهدة هو حيدر وراح بيضيوفي مرة أخرى الأستاذ حسين الخلساني هنا وسلم بك والدكتور نشتاق حميد من البصرة هنا وسلم بك دكتور خلا أبدأ مع أستاذ حسين بطولة كأس الخليج على أبواب أربعة أشهر هي كافية لتنظيم بطولة وليغاية الآن الأمور طبيعية وهادئة جدا كأنه لا عندنا بطولة الخليج ولا إحنا متحضرين إلىها ولا كأنه أي شيء صاير بالبصرة بدأت تحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي البطولة بالإضافة إلى الأمور السياسية اللي جاي نعيشها الصعبة جدا اللي جاي نعيشها كل هذا يعني ربما يعيشك في أجوار مادية إنه من الصعب ممكن أن نضيف بطولة خليجي 25 وفق المتاح الآن من أجواء السياسية وفق أجواء المالية اللي جاي الصير والاعتراضات الكبيرة من أهلنا في البصرة حول موضوع التقسيص البيترا دولار يعني كان أنا حقيقة أستغرب بشكل كبير جدا وصلنا إلى مرحلة حتى نفتقد إلى دبلوماسية الخطاب كان من نفترض أن لا أستفز الآخر كنا نعرف أنه البصرة كيف تعيش الآن وحال حال مدنة الأخرى يعني ليست هي خارج نطاق العراق لا مألوف في العراق الكل نشترك بذات الهم كان من نفترض على الأقل عندما تخصص مبلغ مالي أن لا تشير إلى هذا الموضوع وأولا أن تركن إلى عقد جلسات مع الأخوة المعنيين في البصرة من الأخ المتعاون جدا محافظة البصرة الأخ أسعد عيداني ودائما شفناه في كل البطولات التي تصير يعني في البصرة روح رياضية ولديه هم كيف ممكن أن ننجح باسم البصرة وباسم العراق ثاني فكان المفترض أن نفتقد أن نمضي بدملاسية الخطاب إلى أبعد من هذا الموضوع على الأقل أن لا نستفز الآخر لماذا نستفز الآخر؟ يعني شنو اللي جابرني أنا الآن هسا كمجلس وزراء أو كإعلان رسمي أنه أنا خصصت مبلغ 22 من الرغم أنه المبلغ كبير جدا يجب أن نتفق على هذا الموضوع وهناك واردات كبيرة لهذا الموضوع ولا نحتاج إلى ربع هذا المبلغ اللي تم تقصيصه من قبل 22 مليون دولار يعني مبلغ كبير جدا للبطولة من بعد بـ 15 مليون دولار للإتحاد الخليجي العامل واردات إتحاد الخليجي لكنه هناك واردات للإتحاد العراقي في قرية القدم في هذا الموضوع هناك يعني الاتحاد العراقي وأكيد أنه يحص من 15 مليون زين الاتحاد الخليجي لديه لجان حتى نكون منصفين اللجان تعمل كل اللجان تعمل ومفوق مبالغ مالية زين يعني ليس بقط هذا الموضوع لكنه للعراق أيضا حصة من هذا الموضوع العراق ربما يتحمل فقط موضوعة السكن الوفود الثمانية وفندق للصحفيين في هذا الموضوع يجب أن يهيئ إليه هذا الاستبزاز هذا اتقادنا لدنوا سيطة الخطاب هو من أوصلنا احنا الآن في مرحلة يعني هسا تقنعني هاي التصريحات والمسؤولين بالبصرة ومسؤولي الاتحاد ما وصل للاتحاد الخليجي ما وصل رؤساء الاتحادات الخليجي لا مستحيل احنا نعيش في يعني ترى والله عيب نقول ما عيب نعيش يعني عيب عيب احنا العراق احنا العراق نقول ما عدنا فلوس والله عيب كارثة طبعا زين هاني بس خلت دكتور مشتاق مشتاق دكتور مشتاق الهو سهلا بيك رئيس موثلية اللجنة الولمبية في البصرة عندي هواي اسئلة فارجو انه اليوم بصراحتك المعهودة جاوبني عليها اولا اكل جنة خليجي ايامكم اليوم بالبصرة وصلت بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي داود تحية اليك وتحية الاخي العزيز استاذ حسين وسعيد جدا بالتواجد وياكم احنا لا سعد يعني واحدة من الامور اللي قنا اقولك بيها يعني انا معروف يعني احنا ليش من بدل ملف الى اليوم جاينعيش هالسرية وكأنه ملف بوليسي يعني كل سري كل انا اتفق السوي استاذ حسين يعني هذا الاستفزاز اللي ما الى داعي بالمناسبة اليوم المشكلة مو بوزير الشباب الرياضة ووزير الشباب الرياضة هو رئيس استعاد كرة تقدم ويريد نظم بطولة زين يريد نظم بطولة يحتاج الى امال وانحنا كيفنا من سمعنا تصريح وتغريدة سيد دولة رئيس الوزراء انه ستخصص امال الى قليجي خمسة وعشرين خليجي العراق وصار بالبصرة مو معناها انه هذا قليجي مرهون بمقدرات البصرة زين ليش هالاستفزاز هذا فعلا يعني انا اصرفت امال الى البطولة وانتهى الموضوع ليش احدد انه تعال لازم يؤخذ من الجهة الفلانية يعني انا اسأل سؤال اليوم بالمناسبة حتى لا اطلع عن سؤالك العفو انا ما اعرف اكو اش اسمه وفد خليجي او ما اكو رئيس الجنة الممثلية يعني رئيس ممثلية اللجنة الورنبية ما تعرفك وفد خليجي جايل او لا ما احد ما بلغك ما انت سألت رئيس الاتحاد الفرعي قبل اذا تسمح لي سألت رئيس الاتحاد الفرعي قبل كم يوم وقلت له شنو الاجراءات وشنو الوضع ببطولة الخليجي وانت الاتحاد الفرعي قد يكون اقرب الاتحاد ما يدي للرجال هما قاعد فيش ما يعرف ما حد قال له شنو اكو اكو لجان اكو عمل اكو شي فهذا الامور يعني لحد الان لحد الان الكل في مكانه والساعة الواقفة يعني اليوم الساعة واقفة ما بيها كل حركة يعني خليني ارجع لانه هذا موضوع كلش يعني مؤلم يا استاد داود يا حبيبي يا ايضا تحياء الاخي حسين يعني انا اليوم فعلا انت استفزيت اهل البصرة حقيقة استفزيت اهل البصرة يعني انا اليوم هذه المحافظة بدل ما انت تيجي تصرف لي اموالي اللي عندك بالمناسبة هذا البترو دولار كان خمسة لكنه كل الامور تقول من 2014 هو ما مصرف للمحافظات زين انت اليوم شكرا جزيلا رح تصرف لي هذا البواحد دولار اللي انا جاي ادفع ضريبته ادفع ضريبته من صحتي من تعبي من اذيتي من الاختناق اللي جاي اعيشه من وضعي من درجة الحرارة مالتي اليوم البصرة بشهادة قنواتكم احنا اليوم ما شاء الله تصدرنا دخلنا بقنز احنا ازيد منطقة حارة بالكرة الارضية بالكون واحد وخمسين وشوية حسب مقياس زين زين انا هذا انت تجي تستفزني تقولي انا رح اخذ منك على مود اصرفه على البطولة اللي يتفصل علىها ايما يخالف انت لو تصرف لي يا اخي قول رح اصرفه اكمل مشاريعكم اكمل طرقكم اكمل بعض المشاريع المتوقفة الساندة للبطولة لكنه انا ما اقبل هذا المبلغ يستقطع من اطفال مرضى يستقطع من شيوخ مرضى ويصرف على افادات ويصرف على تذاكر طيران ويصرف على فنادق لا والله حرام هاي مو عدالة ما نقبل زين بعدين هل الدولة فقيرة لدرجة تجي على هذا البترو دولار هذا الدولار المخزن في خزاء للدولة اللي هو ماتي معنة محافظتي انا اقولها فنكون صريحين نعم هذا واحد دولار مال تأهل البصرة مو مال الشخص زين انت ليش تجي تدخلني في هالمعمعها وتخلي هالنقاش هذا اللي وصلنا الى درجة القطيعة بالمناسبة هسا هم الاخوان في دول الخليج شكرا جزيلا راح يجون عندنا اهلا وسهلا بيوم هذا استحقاق نوطن نياه بعد ما فرضوا علينا التزامات وفرضوا علينا فت قرارات وفت كماليات زين وشكرا لاخوان بالوزارة انا اسئلك دكتور بالحكم المحلية لبوها كلها دكتور انا اسئلك اضر المقاطعة لكن هل اليوم جاهزين اكو لجان اكو فرق على ارض الواقع بارض الواقع اكو ناس موجودة اكو تحركات اكو مدير بطولة اكو ملعب الميناء كمان ملعب الميناء يعني هاي امور احنا يوميا جاء نشوف واحد يطلع يقول تسعين بالمئة والاخ يقول له 85 بالمئة واحد يطلع يقول لا 100 بالمئة صار ملعب الميناء وتباوى على الصور ملعب الميناء واصل ترى مرحلة يعني انتوصل لـ 88 يعني التشطيبات الاخيرة 20 بالمئة تبقى وانت تعرف وتتباوى على الملعب والملعب بعد هيكل انا قبل منشانة هسا الملعب اكو الشركة جاي تنفذ والرجل مطي وعد انه يكمل قبل المدة ويصير به مباراة هسا باتر عقبة هو يوحاتب زين واذا عنده اموال ايضا عن طريق قناتكم هذي يا اخوان اطر رجل بفلوسه زين خلي يكمل يكمل الملعب حتى ما ندخل في احراج لكنه يوم من ده سألتني سؤال كلش مهم ثقوا اعتقد كانت اللجنة التنسيقية كانت الهيئة التنسيقية مع الاتحاد شي سموه بوكتها على استاذ اياد ابنيان من ذا تطبيعية تطبيعية يا بهذا مشروع اربع وراق زين هذا الشي اسمه خليجي 25 مشروع دولة انا رافقت هذا الملف من بدت المباريات ومن رفع الحضر صارت اخطاء صارت بعض الامور هاي فالتوصيف معين اقروها قد تفيدكم اتفضلوا ده زية نسخة للوزير ونسخة للسعيد المحافظ ونسخة الدولة رئيس الوزراء ما ادري وصلت او ما وصلت زين انا قلتها في اكثر من مجال احنا بعد اربع تشور ليابا احنا من كانت ستة شور احنا كنا نقول الوقت قليل جدا هسا ما اعرف يجوز الناس عندهم فتخطة سريعة جدا يقدرون انه ينظفون لكنهم على ارض الواقع ماكو شي يا ستا داود انا اليوم اتا تقل لي لجان هسا انا هم يعني اكو بعض الامور ما مقنعة يعني مثلا اسمع تصريح اللي عنده فكرة اللي عنده شي خليجي يراجع اللجنة الفلانية على شنو اراجع اللجنة هي مني اللجنة الفلانية زين ثب واعتقد بعض المغتربين البصراويين اتصلوا بعضهم احدهم موجود في امرض نحن اريد انجلس حتى ما سووا دعاية قال يابا انا عندي مشروع هذا عليهم حج عبطان زين انا عندي مشروع وهذا المشروع شنون انجح بطوط الخليج عن طريق مثلا الاوبرايتر راح يصير كل شي مسوى الرجول حتى شكل المدالية نسويها صارنا شهرين اريد احد يحجويا معكو هذا الرجل اجي الاخ الفنان نجم مشاري جاب اوبرايتر قال يابا خلي شوفونا هذا بي مطربين وبي حفل الافتتاح محد قابله استاذ مشتاق استاذ مشتاق انا بس اقاطعك بشغلة اقاطعك بشغلة احنا ربما ما استضافينا بطولات كبيرة على يعني بمستوى ومماسية والخليج استضافينا اخر مرة قبل اربعين سنة احنا بعدنا يعني انا خليل اقول لك ياه خليلي ليز على الجمهور خليكون واقعيين احنا ما نجي لا 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 تقل لي لا لا يعني ما عندنا تجربة بحفل الافتتاح لا لازم نستعيد لا 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 حبيب داود اقول شركات عالمية رسلنا هيا تجي تتعطلويا خلنا قاطعك بس اسمعني بس خلنا قاطعك شوي رحم الواديك بس خلنا قاطعك احنا اليوم انت من تقل لي هتشي معناها تقل لي هذا الملد لا بي حضارة ولا بي ثقافة لا بي علماء ولا بي كليات فنون جميلة ولا بي كليات لا ليش بابي انا اجيب شركة مختصة بحفل الافتتاح والختام دكتور انا شلو اللي جاي اقوله انا اريد اسئلك هذا الموضوع انا اجيب شركة مختصة بحفل الافتتاح والختام ومو عيب انا اروح استعين بالاتحاد القطري منو الشركة اللي جبتوها تعالوا عدنا حضارة بابل حضارة اشور عدنا شركة عدنا لهوار عدنا اماكن دينية هاي سونا ياه ضمنوها ضمن حفل الافتتاح هم هيجي يشتغلون العالم ترى استاد داود زين استاد داود اوكي محب نشتار مجبنا احنا شركة افتتاح افتتحت اننا ملعب كربلة مو جبنا شركة افتتحت ملعب كربلة هاي الشركة تعرف شو نصور حفل الافتتاح تسمي هاي شو نصور بحفل الافتتاح دكتور وذا كان حفل افتتاح الله يخليك بس نتسمح لي نقلت صورة بس خلينا احكيها هاي الشركة اللي ابتتحت ملعب كربلة نقلت صورة انه البلد هذا لا بي ثقافة ولا بي حضارة ولا بي فن والدليل على هذا جبنا عازفة اجنبية والله احترمها واحبها واعزها وانا من المتابعين جبنا عازفة اجنبية عزفة لنا السلام الجمهوري زين طيب انا وياك لا بس اكو شغلات انت شفت حفل الافتتاح من الكاس الخليج لولا اللي بقطر انت شفت هاي اخر وحدة كاس العرب شفت احنا وين نقدر هيك النظوم انا احتي لك واقع انا احتي لك واقع نقدر هيك النظوم نقدر هيك شغل نشتغل بالعراق ما عدنا لا المعدات المناسبة لا عدنا الكوادر اللي متعلم ومتمرسة في هذا الموضوع رح ارجع لك دكتور مشتاب استاذ حسين لحد الان لا فاتحين احنا موقع للاعلام وهو اعلامين قاعد يتصلون ويقول لك انه لا موضوع اعلام حصل بالاتحاد الخليجي حتى تقديم الايديات عن طريق الاتحاد الخليجي لحد لا يعني هذا موضوع انجز مو عن الاتحاد العراقي موضوع اتحاد الخليجي كل الايديات التخليج هؤوني ليش هذا الغموض لا اتحاد الخليجي عالك لا اتحاد عراقي ازرين嫌 وقت يجون ورئيس ممثلية اللجنة القر purchasing يقول لك ما اعرفك هل اكونico ما اكون لجنة جايل مو معني في هذا الموضوع دكتور مشتاق بقدر ما معني الأخوة جزء ربما الأقرب مثل ما شار دكتور مشتاق هو رئيس التحدي الفرع وجزء ذات سيلة هم يعرف يعني هو هذا الضبابي اللي جاي نعيشها الأجواء الخانقة السياسية اللي جاي نعيشها كلها تنقذ غلالها احنا بدل ما نبحث عن تنقية الأجواء وبدل ما نبحث عن عمل رياضي حقيقي من خلال تصفير كل الأزمات احنا نجيب نفسنا نخليها بأزمة جديدة يعني الإعلان عن هذا الموضوع لو لم يكن هذا الموضوع موضوعة البترو دولار الآن موجود الآن الأمور تمشي بي احنا الآن عكسنا بهذا الموضوع عكسنا صورة سلبية عن وضع كل شيء خطير ما ممكن أنه الأخوة في الاتحاد الخليجي يرتضون أن نعيش بهذا الموضوع يعني تم الإعلان يوم الثلاثاء الماضي عن موضوعة البترو دولار إلى الآن يعني موجات السخط كبيرة جدا تصريحات سياسية تصريحات سياسية ورياضية وشعبية موضوع مستفز للآخر ما كان من الأجدر أن لا أصرح أو أقول أنه الدولة خصصة أنا حكومة ودولة ما عندي 20 مليون دولار إلا أخذوا من البترو دولار هذا السؤال بدليل أنه الدولة بدليل عدها الدليل أنه الفلوس مثل ما أشار الدكتور مشتار من 2014 لحد الآن البصرة هي لم تستلم قرحة واحدة من موضوع البترو دولار الآن لأنه البطولة تصريحة البصرة تصريحة أنا أخذ من عندها زين موضوع المال هذا موضوع خطير جدا موضوع يجب أن ننأب نفسنا عنه ما يصير أنا أبقى سؤالي لك أصنع عزمة سؤالي لك أربعة تشهر يعني إحنا سأقول إحنا نقول منتصف الشهر الثامن نعم منتصف الشهر الثامن البطولة شوكت بجارة واحد نعم يعني باقينا أربعة تشهر هل أربعة تشهر كافية؟ أنا هذا سؤالي أربعة تشهر كافية يعني لو أوف الملاعب أوف الملاعب أوف عدنا ملعب الفيحة عدنا ملعب المدينة الرئيسي عدنا ملعب الميناء بس يعني هاي الفترة كافية أربعة تشهر عبو مارين إحنا نعيش بجواء غير طبيعي لذلك أقول غير كافية أنا كنت أغوى في يعني اللجنة الإعلامية لبطولتين خليجي 21 وخليجي 24 اللي صارت هذه الأخيرة في قطر قبل 14 من قامة البطولة احنا اللجنة الإعلامية هناك اجتماعات متواصلة كيفية ترسم السياسة الإعلامية للبطولة وكل اللجان الأخرى اللجان الفني ولجنة المسابقات اللي كانوا من ضمها الحاج طارق أحمد تغمده الله بفزيح جنات والأخ شاب أحمد من لجنة المسابقات العراقية كانت اجتماعات متواصلة قبل 14 من قامة البطولة في البحرين وفي الدوح في المنامة وفي الدوح اجتماعات متواصلة قبل 13-14 في سبيل أن نصل إلى رسم سياسات سواء الإعلامية أو الفنية أو أمانة عامة اللي كان بها حاج طارق إلى الآن هاي غير واضح قلت لك الأجوال اللي جاي نعيشها ربما تلقي ضلال هذا الموضوع عدم اكتمال يعني مستلزمات النجاح بشكل طبيعي للتحاد الخليجي أيضا لا يريد أن يزج نفسه بمعركة قد يراها هو خاسرة قد يراها خاسرة لأنه توقع تنقل البطولة؟ تنقل؟ يعني وفق ما نعيشه؟ أتوقع بشكل كبير جدا لأنه يعني وفق ما شو نعيشه؟ وفق سياسي؟ سياسي يلقى بظلالة عن رياه لا تقل لي يعني بس التطمينات إجتي بأنه البطولة عدكم؟ ماكو تطمينات ماكو تطمينات أكو تطمينات دعم تطمينات تحادي من الاتحاد الخليجي نعم بس احنا جاي نعيش وضع سيء سياسي مغلق على قولتهم انسداد لا نعرف ماذا سيحصل الآن احنا نريد نشكل حكومة متكبر حتى ما عرفنا المصطلحات السياسية الانسداد الانسداد شنو؟ سياسي اي طبعا احنا حتى السدادات مليانة العراق كلا السدادات فهذا الموضوع ما ممكن انه الآن تفكر تستضيف أو الضيف بطولة ممكن تكون ناجحة الاتحاد الخليجي أيضا يجت نظرك حسب الواقع اللي قاعد نعيش صعب تنقل صعب جدا صعب جدا الأقرب منه حسب معلوماتك يعني الامارات اوقع وقطر دائما الستاند باي اللي دائما متاح وفق ما يحملو لكن قطر قد تكون صعب يعني اعتبار انه ستتضيف بطولة كاسر العالم وخارجها من بطولة يعني كل العالم بها وصعب جدا ما اعتقد انه لديها مو لديها القدرة لديها مزاج لتنظيم بطولة خليجي خمسة عشر طيب دكتور مشتاق احنا نتكلم اذا لا سامح الله يقني الوضع اللي قاعد نعيشه الان والازمة الاخيرة وازمة الفلوس يعني هاي كلها رسائل الاتحاد الخليجي يقولك اذا هم بيناتهم والعراقين ما مصافي يشغل احتيك اياها رسائل سلبي هاي رسائل سلبي قاعد توصل شون احنا نقدر نعبر هاي المرحلة بهذه الرسائل وننطي رسائل ايجابية من وجهة نظرك انت كاريس ممثلية لجنة أولمبية وتبني البصرة بعد يعني انا خلي احتي من وجهة نظرك رياضي بصري اي يعني المشكلة اليوم انه الرسائل الرسائل السلبية مرات احنا نكون جزء من تصديرها احنا نصنعها كان بالامكان انه ما نوصلها به الشكل هذا اليوم للأسف فكأنه انت تتعامل ويا رجال دولة يعني سحنا ما نحشة على السياسة انا خلينا نحشة على مؤسسات رياضية اليوم انا اتعامل ويا رجال مؤسسات رياضية وكأنهم ما يفقى شيء من البروتوكول الحديد زين يعني انت ليش يتأزم الموقف احنا يا استاذ داود يا دوب حصلنا موافقة بعد مسيرة طويلة مؤلمة انه شنون تقنع هاي اللي جاء اللي جاي تجيك اللي تطلب كماليات وتطلب بعض الامور والله خارج حدود شنو اللي يطلبوا شنو اللي يطلبوا دكتور داتشتوا ياهم دكتور شنو اللي يطلبوا بالتحديد انطيني يقولك طلبة وفلان شيء يعني هذا موضوع انا اعتبره راح انتهى داود لا نحكي به موضوع انتهى وراح والحمد لله والشكر قعدوا واجتماعوا شكراً لهم وصلناهم الى هالقناعة وقرروا انه البطولة استحقاق وليس منه انه تكون بالمواصرة اوكي ما عندي مشكلة انا ليش اجي اأزم الموقف ما هو الموقف السياسي متأزم انا لنو اجي اأزم الموقف الرياضي المفروض الاتحاد هو من يرسل هذه الرسائل التقمينية الوزارة من ترسل هذه الرسائل التقمينية انا اتفاجئ لحد الان انا ما شفت مؤتمر انا ما شفت فالتصريح يعني صدقني هذا التصريح اللي نزل على الفيسبوك للكابتن للسيادة الوزير عدنا الدرجال انه البصرة ستكون كذا والله فرحنا به زيان حلو نما تسمع من وزير يوعد انه راح يكون هذا الخليجي فالنموذج حلو فالجميل الفدراقي من حيث التنظيم والادا اليش ما يكون هذا كل اسبوع اليش ما يكون هذا يطلع بتصريح احتي لي انا اليوم شنو سويت احنا سوينا كذا وكذا راح نسوي الجيب والانية راح نعالج بدينا نلتقي بالناس بدينا نعد جهات المتقوعة راح نمدي ندرب هذه كلها رسائل لكنه انا كل شيء مغلق كل شيء ستتسألتني سؤال والله حرجتني من تقلي اكوى حد جاي اليوم اكوى فت خليجي جاي زين انا اسأل سؤال كان المفروض انه اكو اجتماع يصير لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحادات دول الخليج في محافظة البصرة زين عدرا امتى راح يكون هل راح يصير هذا الاجتماع راح يجون يجتمعون وهي هوا جزء ايضا من رسائل التطمين هذا من الشي اللي احنا يفرحنا انتم عفتوا هذا كله وطلعتون نفت قضية خربت الاجواء كله قضية البترو دولار واستحقاق البصرة وما دي شنو زين بس خليني احكي يا سائل الطرفة للأذية مؤلمة مضحكة كانت البطولات تقام والمباراة تقام في البصرة يجون خطية الناس اللي عملت هذون المدراء العامين وديوان المحافظة والله يا داود قسم كل الاجراءات اللي صارت خاصة في ملف رفع الحضر كلها سوتها مؤسسات البصرة ثق واعتقد زين في حين هسا اليوم الاتحاد صار اقل لك 85% من ملاكات البصرة الإدارية والفنية والإعلامية وهذا كلها رح تكون ضمن البطولة ضمن اللي جان يا الله يا الله وين يا 85% بحش تريدون يا ريح شكرا ها 580% بحش تريدون هي مو ش تريدون اقل لك داود يا ش تريدون لو الواقع احنا اقل لك بالمناسبة بالمناسبة سيد داود هو هسا واحد من محترق دمه ويحكي على شنو انا اقل لك على شنو يحكي لانه هذه البطولة احنا كنا ننتظرها صار سنين كن دورة من 19 ماذا من 19 احنا ننتظر انه تقام هذه البطولة لعدو هذا الملعب الضخم اللي هذا تحفى المنبنى غير المنبنى اللي استضافت البطولة صح فالقصد احنا هذا ترى حرقة الدم احنا نريد انه هذه البطولة تصير لانه هذا معيار هذه فرصة للعراق للاتحاد دكتور دكتور زين انه تنف دكتور انا بس سؤال بس اسأل استاذ حسين كأنه عملت في بطولتين خليجية نعم غير المفروض اكون مدير بطولة نعم مدير بطولة وهذا المدير البطولة يكون هناك لجان تابع لهذا المدير هو اللي يجتمع بهم وهو اللي يقرر هو موضوع شنوه يا ساد داود هو لحد الان يعني كل المسلزوات قالك لك مبهم من الموضوع مبهم مبهم ومسلزوات يعني اقامة البطولة مموجودة عدك اليان عدك ملعب كامل ملعب الميناء الى الان ما كامل زينان ومدير بطولة شون نحن zigين الى حد 그 من خلال زيارات تعين الفنادق مثلا كان في احدى زيارات تعين فندق الصحفيين تعين فندق للحكام تعين فندق المنتخبات المشاركة تعيين مستشفى يعني هواي أمور مستشفى خاص بالبطولة وبالفرق المشاركة وكل المعنيين بالبطولة سواء إعلام أو لاعبين أو إدارين حتى الإعلام حتى الضيوف هذا كل ما موجوده من يصير عندك أنت مدير بطولة ب هذا الشكل أنت ما ممكن هسا تقول لها تعالى أنت مدير بطولة يلا تعالى اشتغل لي أنا أساسا الأرضية عدي غير متاحة الآن غير تكمل كل التفاصيل الأخرى في سبيل أنه أنا عيل لك عيل لك هذا الموضوع أنا قلت لك هسا يا سيد داود قلت لك إحنا لا بد ننقه هاي الأجواء أنت تريد تنجح بطولة البصرة أنا ليس سوى يعني خليجي بالبصرة قبل بزمن قبل عشر سنوات إلا الآن صح مصبح الوائل الله يرحمك ليس سوى أنا في سبيل أعيد أو استعادة نهضة البصرة من جديد من خلال طرق من خلال خدمات من خلال مستشفيات من خلال ملاعب من خلال كل هذا أنا أريد أن أفيد البصرة زين إذن الآن هسا الآن ما فدت البصرة بقدر ما ضريت الموضوع الأساس أنه أنا عندي بطولة خمسة وعشرين مقرة وقرت بشكل نهائي من قبل الاتحاد الخليجي يعني هل يؤقل أنه أنا مجلس الوزراء يتكرم عليه بعد ثلاثة أشهر أو بعد أربعة أشهر من الإعلان الرسمي أو ربما أقل أنه أنا خصصت لك آدم الله كان مفترض قبل هذا الموعد حتى لا يكون هذا الموعد يعني الموضوع مستفز بالنسبة للآخر أنا أتعامل بأريحية مع هذا الموضوع ما أعلن عنه ما أعلن عنه بشكل أو أعلن عنه بدون أن أدخل إلى التفاصيل ما دام هناك واردات للبطولة أكو تذاكر أكو نقل تلفزيوني أكو أكو أمور أكو أكو أمور يعني ليش أنا أستفز الآخر أنا يابل لأنه أنت منتصر يعني مجلس الوزراء انتصر الآن من قال أنه أنا خصصت للبطرة 22 مليون دولار مبلغ مبالغ به بشكل كبير جدا وسبب لي أزمة ما حل الموضوع بعث بالرسائل السلبية إلى الجميع إلى التعادل الخريجي إلى الفرق المشاركة إحنا بعدنا موضوع بسيط جدا وتتدرك بعض السياسيين بس يريد شغلة حتى يحكي ويبهن نفسه للناس أنه كذا وكذا زين دكتور يعني الاعتماد الآن يعني أنت أنا سبس كل ما أريد أرجع أسئلك سؤال أذكر رئيس لجنة ممثلية يعني رئيس ممثلية وبيعرف أنه أكو وفد جاي أو ما جاي يعني ولا تدرون أكو بالموضوع أنه أكو بطولة خليج ولا أكو علانات ترويجية ولا أكو أي شيء بالبصرة حاليا حاليا كل شيء ما أكو كل شيء ما أكو كل شيء ما أكو كل شيء ما أكو زين إنت هسا ما أقل لك تعال خلنا نقعد لو عرفون إستحاد فرعي كابتن بدر ناصر وزير مخابرك زين إتحاد مخابرككم تعالوا تتو عدكم ملاكات فنية إدارية إستاذ داود إلا هذي تعال هنا إحنا تعرف شنو مشكلتنا أنا خلني قلك شنو مشكلتنا مشكلتنا في هذا البلد أنه حجم المنظرين عندنا حجم كبير جدا وبأعداد لا تطاق إحنا مشكلتنا بس نحكي زين أنا هذا شنو راح أحصل منه شوف كل قنواتنا التلفزيونية الكل قاعدة تنظر هذا هذا موحل أنت تعال من تنظر وتسويلي فتخارطة في مشروع سقط ليها على الأرض تعال اشتغلها على الأرض شوفوا هذا الحكي التي حكيتها واقعا يصير شوف هذا الحكي التي حكيتها على الأرض على المربع على المستطيل هذا الأخضر على حجم الملعب على حجم المدينة هذه الحكي يصير تعال اقعد ادرس شنو الأخطاء اللي صارت بالسابق أجيب من الملاعب أكثر من ضابط صارت عليهم تعال شنو المشاكل اللي صار عندك منظمين بطولات تعالوا شئي الإعلام استفسر أسوي قاعدة بيانات على أساسها أنا أعداً هذه القطة زيان إذا أنت ما عنده قاعدة بيانات إذا أنت ما تعرف شنو حجم الناس اللي تدخلوا تطلعش قد تحتاج حتى تخلي ملعب وحتى تملي ملعب أنت ما تعرف هذه الطرق إش وقت تقطعها وإش وقت ما تقطعها زيان أنا شنون باتشر عقبة أريد رأساً فجأة وتصير عندك بطولة ما هذا إحنا صار إنا نحكي بيه سنين يا معودين عفونا أنتم عندكم مثلاً أطيك معلومة حمود فليطح رئيس هيئة الرياضة بالكويت هاي أطيك إياها معلومة ووصلتني وقال إحنا ما مهيئين الآن هاي قبل سنة قبل سنة من قل لهم تعالوا أنتم الكويت أخاف الطرق ما يقدر رئيس هيئة الشباب الرياضة الكويتية يعني ما اعتباره ووزير قل لك إحنا قبل سنة يقول لك إحنا ما مهيئين قل لهم ما مهيئين صحيح قل لهم ما مهيئين زي التباربعة زي تعويذة البطولة وين مش حار البطولة وين مو مو كل بطولات الخليجي الروح ينطونه لا التعويذات كاس البطولة لا التعويذات هي نعم مع البلد لكنه مسؤولية التحاد الخليجي كاس البطولة المداليات كله على التحاد الخليجي لكنه تصير بالتعاون مع الاتحاد المعني خاصة في مسألة التعويذة لأنه تستنبط من تاريخ البلد المضيف فهذا الموضوع ما اعتقدان احنا خنحل مشاكلنا الآن يا أخي هاي موضوع التعويذة والكاس والدرع وما أدره كلها بعدين تيجي خنحلمي شاكلنا خنوصل للآخر أنه رسائل تطبيقية أنا واني رسائل التطبيقية هي مو كبواد رسائل غير اللي أنا كبواد أبداً ما كبواد أبداً بلعكس الرجال برئيس ممثلية أولمبية يقولك أنا ما أعرف إذا أكو وفد خليجي جاي أو ما جاي بلعكس معلومة سمعتها قل السأل دخلت أكد من حد ديبتور مشتاق قلتك احنا سببنا أزمة من لا شيء تضييف البطولة بخلص فضل دكتور داود يعني أستاذ حسين رجل مثل ما قال الآن مش تركب أكثر من دولة بطولة على مستوى الإعلام أنا بس أريد أسأل سؤال وهو الرجل راح يعرف شان يجاوبني أنا اليوم عندي بطولة وأكو أفكار اليوم الشعب العراقي كله عنده أفكار الإداريين الأكاديميين موظفي المزارج ما شاء الله تمام مدرع عام تمام مدرع عام كل رجل عنده فكرة وعنده رؤية اتحاد كرة قدم هاي الأفكار غير المفروض اليوم أكو لجنة فنية مختصة تقعد تجمع هذه الأفكار وتبلور فتصورة حقيقية تخلق فتخارطة لهذه البطولة لو أنا بنفس اليوم أجي متل ما قبل كان يجون دخوان قبل البطولة وقبل المباراة بيومين مباشرة إلى الفندق وكأنه خلا أجل لك فالشغلة مؤلمة جدا والله العظيم تعرف شنو المؤلم المؤلم أنه نصور البطولة مقصورة تعرف إحنا أكبر مشكلة ما نصعدنا بمقصورة الجلوس يا أخي أسأنا خفحتي يقول لك أنت جاتك الرسائل مو حلوة بس هذا الموضوع يعني يعني هاي مؤلمين مؤلمين أبو خلي غادرها دكتور هذا الموضوع بعدين بعدين نحكي عليه يا إذا الله منتر خلانا طيبين خلي تصير البطولة وتكمل وبعدين لكل حادث حديث هاي عدنا مئة نقطة حتى أبسط شيء حتى شركة إذا تريد تقول لك أنا راح أجيب لي شركة ما لفتتاح ميراد لأربعة شهر تنقل معداتها تصل للعراق طبعا ولا ألعاب النارية والمعروف وحسب المنهات زين غيراكو بروفات غيراكو بروفات لا قبل البروفات أنت لازم تقعد الجهة المعنية تهيئك شوف الأبرية اللي جاي سوية انت رأت شو تسوي شنو تتواتي عند البابل تحاكي تاريخ نعم تحاكي تاريخ العراق زين لحد أنت منعي هاي الموضوع فقلتك لهذا موضوع صعب جدا خلوات الناطق صعب صعب على العموم خلي تابع مجموعة من آراء الشارع الرياضي البصري حول بطولة كاس الخليج الجمهور العراقي كامل يعني مفقط الجمهور البصري أنه تحين ينتظر هاي اللحظة أن تكون بطولة داخل البصرة لكن التومي أنه ما يكون على عاتق البصرة فقط لازم تكون مشاركة من جميع مؤسسات الدولة بدعم هذا الموضوع لكن هي المعارضة الأساسية أنه دعم البطولة ما يكون على عاتق البصرة فقط جماهير البصرية مستمر بالدعم للبطولة كرياضة في البصرة ومشوقين إليها صورة عامة وأمنيات الجمهور البصرة منذ سنين يعني مو هسر هالفين والخليج أعتقد الواحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين ونربع وعشرين يصير بالبصرة ويرفض والجمهور يضوج كجمهور البصري فبالتالي البصرة أعتقد تستحق شكرا لكل متحدثين حتى الجمهور يقول لك وكي إحنا البطولة ريدها يمنى وكذا 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 لك أخليا أنه يدعمونا بهذا الموضوع هسر الرسالة الإيجابية اللي إحنا ريد نوصلها شون وشون نقدر نوصل للاتحاد الخليجي أولا يعني أحنا الجميع يرغب في أن تضيف البصرة للبطولة الخليجي 25 وأعتقد أنه الجمهور البصري محابطة البصرة يعني لمسنا لمسيد من خلال البطولات السابقة والمبارات السابقة ما كم يعني شعب محب للجميع ولديه هم كبير كيف يمكن أن يعني تنجح البطولة أو المباريات السابقة اللي شفناها جمهور إذا يلعب منتخب الشواب أو منتخب الناشين بالبصرة يقبط الملعب لا تحتم مباريات البقية اللي بالبطولة أنا ستشوف يقبط الملعب أنا عدي يقين الآن أنا أتمنى من الاتحاد يعني لديه الشجاع ولديه من الرجال يعني الكثر اللي ممكن يتحملون المسؤولية الآن يعقدون جلسات طارئة سريعة جدا يشاهدون الوضع أتمنى أن عدم المقدرة على تضيف البطولة يطلع من العراق وليس من الاتحاد الخليجي يجب أن نكون أن نتسلح بالشجاع إحنا إذا ما أقدر أنا أستضيف بطولة مثل الحمود في اليطح الآن الكويت قال إحنا غير مستعدين وكثيرا من لهذا البطول لا أن أترك للآخر مع جل احترام الاتحاد الخليجي إنه لا يطلع لي يقول العراق ما مستضيف الآن إذا إحنا ما مستضيفين ما نقدر ما نقدر على السضافة نطلع نعتذر نقول يابعا غرفنا سياسي غير صحيح الأجواء اللي جاي نعيش أجواء قانقة نعتذر عن تضيف البطولة ونتمنى الخير للآخرين حتى ممكن أن نحفظ ماء الوجه على الأقل طيب بسؤال أخير دكتور هل من الممكن أنه تكون هناك اجتماعات مقبلة يعني لكم لش ما تخاب لش ما تتكرياضين البصرة كمسؤولين رياضيين قعدوا ويا المحافظ وحشوا ويا قلوا لشنو الموضوع أكو بطولة ما أكو بطولة سكتة وصنطة والله يعني نتمنى بالسيد المحافظ أنه يعني أيضا يقعد ويانا ويسمع من أدنا سحنا خوف ما جاء ننتقد بس الاتحاد ننتقد حتى حكومتنا المحلية يعني أنا أحد الأخوان خلق أجيب قلة فشالة وأنا جايكم بالطريق سمع أنه أنا عندي لقات تعرف شنو قال لي من هو صوت صوت أحد الأخوان أحد الأخوان ها سمعتك أه لاعب كرة قدم قديم شفته هنا أنا قريب بالله قال قال دكتور ضروري تنجح البطولة ضروري تصير البطولة بالبطولة وتنجح قلت للي يج ضروري تنجح قال إذا فشلت صعبة باشر عقبة تنشمر كلها براسمي يقولون أهلي البصرة فشلو شوف شوف العالم شون تفكر زيان إحنا نريد البطولة تنجح أنا أتمنى من الأخواني بالاتحاد وهم كثر وكلهم لاعبين وكلهم رياضين وكلهم إداريين يا أخي مو نصهم دخل اثنين ثلاثة يجون هنا يقعدون خليق يمون بالبصرة حالة أربعة تشو ما شاء الله موجودة بيوتنا موجودة خليقعد يكتب خليقعد يسئل خليشوف خليناقش حتى يقع معين مدير بطولة هو يجيكم علاقة لي يكون مقيمة هناك شكرا دكتور مشتاق أنا أشكرك جدا الوقت أدركني وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله وأتمنى إن شاء الله أنه يعني يعني التصلول حتى نعرف اللجنة جاية ما جاية ما نعرف لحد دلال شكرا لك دكتور مشتاق رئيس موثلية اللجنة الأولمبية في محافظة البصرة أستاذ حسين أنا أشكرك جدا أستاذ حسين الخرسان شكرا لكم مشاهدين ألتقيكم باتشا إن شاء الله بحلقة جديدة إلى اللفاءة اشتركوا في القناة